السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أريدكم مقارنة بين مختلف العجانات اللي جربت باش يمكن أي وحدة تختار العجانة اللي كتناسبها إذن هنا عجانات طويس عادية عجانات يعني فشكل آخر اللي هي دي البوشت اللي جربتها هنا كما قلنا نشوفوا يعني شنوما الإيجابيات والسلبيات وهدي لماشينا فان اللي كتكون مبرمجة التقائيا وايضا نشوفوا العجانات بالطبع ركاين فيديوات يعني اذا تخاصل هذه العجانات كلهم باش تعلموا يعني تشوفوا كيفاش تخطروا العجانة كيفاش تخدموا العجانة الكهربائية إذن ندعوا بالعجانة طويس اللي جربتها كتلاخدوا دائما كنديروا الماء في الأول دائما هنا باش تتعجبوا مزيان الماء مع الخميرة ثم تدقيقوا عاد الملحة على الخميرة دائما وكنتصبقوا الماء في العجانة باش مكيبقاش الدقيق للذات إذن بالنسبة لها العجانة التوريس اللي كانت عندي بتخفقتها يعني كمية العجين يعني أقصى كمية العجين هي كيلونس العجين وليكن نقول كيلونس العجين هالعجين يعني هرا هي كتلة الماء مع كتلة الدقيق باش مكيبقاش وإلا تتعرفوا بالنسبة للعجانات وكيف اشتعبروا كمية العجين اللي خاصكم باش ماتهلكوش العجانة راكين فيديو خاص أيضا عن مدعوان العناوين او الروابط في صندق الوصف إذن هات العجانة توريس فعلا كتتعجن مزيان وهنا راكتشوفوا النتيجة بعد ما عجنت وهذا هو الخبز اللي حصلت وهذا هو المخمار أيضا اللي حصلت عليه من مني استعملت العجانة هذا خبز القمح أيضا كتلاحظوا بأنها كتعجن مزيان وكنعرفوا بأن العجانة ماشي كتعجن فقط فهي كتعجن وكتحضر الكيك وعندها عدة استعمالات كثيرة بزافة استعمالات اللي ممكن اخطر لكم على البال كنضيروها بالعجانة وأيضا هنا هدا غنوضعوا أيضا في صندوق الوصف باشعرفوا تستفيدوا أكثر من العجانات اللي عندكم ندوزوا الآن العجانة بوش هي ربو متعدد الوظائف كتلاحظوا نشوفوا الشكل ديال الكروشي ديالها اللي كيفاش كتعجن لاحظوه كيجي من الفوق دائما نفس الطريقة اللي كنستعمل بالجينة لكن هنا اللي كيميز هاد العجانة انها قوية وكتستحمل كمية كبيرة من العجانة حتى الربعة كيلو ديال العجانة يمكننا نعجلوها بهاد العجانة يعني كتجلية خبز كتير بالنسبة لعائلات اللي كبار طبعا عندها بزاك خاصيات راي ممكن تطلعوه الفيديو الخاص اللي برت لهاد العجانة ايضا هي كتعجن مزيان بزاك لاحظوه بانه كتعجنتها مزيانة هذا خبز او عجين كامل وكما لنا راي كتعجن كمية كبيرة كما يمكننا نحضرو فيها كمية كبيرة ديال الحلويات راي يمكننا تطلعو فيها من جوج ديال البيضات حتى العشرين بيضة وبالتالي كي يمكننا صاعدوه كمية كبيرة من الحلوة فيها ويمكننا نضيفو لها يعني اكسس ورات فراك باش كتكون ربو متعدد التخصصات او الاستعمالات نشوفو الان هاد محضرات الخبز او الطوص اللي كي سووني عليها بزاك وليدات عليها بزاك ديال الفيديوهات هادي مبارمجة اذا كنصابو فيها كنعجنو فيها ممكننا نعجن الا ان مدة العجين اللي كي سوون لراها ساعة ونص ماشي كلها عجين فيها عجين وتخمال يعني كتا وهنا باش سهلة للسيدة انني فقط كنوضع يعني المكونات وسوف يبقى نخليها تعجن دائما كنصبق الماء ومبعد دقيق ولكن هنا كتبقى ساعة ونص يعني بين العجين يبغى يوقفها في العجين ولما يخليها تخمر يعني يخمرها وحدها او يمكننا ايضا نصبقها خوبستوست خوبستوست ايضا كان برنامج هناك عدة برامج فيها خوبستوست يعني مباشرة انني كنوضع للمكونات كنوضع 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 مثلا برنامج واحد على حسب كل عجينة كنوضع كنوضع بالنسبة لكمية العجين التي تحملها على حسب كنوضع لكن خاصنا نحترمه فقط الوسطات الخاصة بهذا العجانة بالنسبة للعجين ماشي مشكلة ولكن بالنسبة للخبز الطوست او الخبز الفرنسي فخاصنا هنا نحترم يعني الوصفة الخاصة بنفس العجانة بالنسبة للترموميكس نحن نعرف بأنه يعني هو شامل ومن دين الوضع اللي يقوم بها هي العجينة نحن نقرر بالعجانة يعني كمية كثيرة أقصى كمية قريبان هي كيلو نص كيلو ميتي جرام هنا اللي يميزوا أنه يتحللنا مثلا الشعير أو القامح كما في خاصية يعني كي يوزن لنا تقدروا يظهروا قياسات يعني تيطقيقوا ديال الماء ويمكن لنا أيضا بالنسبة للعجينة مباشرة أننا نختاروا البرنامج ديال العجينة وفقط نختاروا المدة الزمنية وكنخليه يعجن يمكننا استعملوا فقط المبلد لأنه كي يدفي هذه العجينة كي يجن مزيان لقيت بأنه أيضا كي يجن مزيان يعني وجي في العجينة عنده خاصية تخمار اللي أريد أن نخمره إذن هذا بالنسبة للمختلف للعجينة اللي جربت كانتمنى نكون نفيدتكم وكانتمنى أنكم تزوروا لقد شجعوني لعجباتكم وتشوفوا الفيديوهات الخاصة لكل عجينة وكيف تفيدكم وكيف تحافظوا عليها وأيضا كمية الدقيق والعجينة اللي تستعملوا وأيضا يمكنكم تعرفوا جميع استعمالات العجينة الطهربائية دمتم بحيث وكيف تحافظوا